اشتركوا في القناة طب ليه ليه يا أحمد ليه اللعبة دي شديدة الانضباط وشديدة الأدب وحسن وبتعلم صاحبها لو تعلموها صح والقيم والمبادئ اللي اتحطت في اللعبة تعلموها أصحابها كويس بتجد نموذج فريد في السلوك ونموذج فريد في القدرة ونموذج فريد في التعاون ونموذج فريد في الاحترام ودي كلها حاجات متالية كلنا نحبها في هذه اللعبة طب فبقى مارسها ما افتكرش بقى لعب حاجات أخر لأنا كبرت بقى في السن فما بقى مارسهاش لكن حفظها وفاكر كل عدت عمر كبير ألعبها يعني بصراحة عندي والنية والنية كبيرة كمان ايه بقى أنا بصراحة أنا سباح ونفسي يعني ألعب سباحة في النادي الأهل طب ما لازم لازم النادي الأهل يأخذك دلوقتي يا أحمد دلوقتي ونحن عادين كده لا وإحمد ما شاء الله كمان يعني مثقف وبيقرة كويس وعنده معلومات هيلة كمان ومستمع جيد لكل محطات الإزاعة مش كده مصبوط اه يعني النادي الأهل تليل لوقتي كله فرحان إنك انت تبعى عضو من أعضاء طبعا ايه طبعا عصنا سباح وبطلكم هده برضا حضرت صحيح ايه صحيح طبعا طبعا كابتل محمود الخطيب بعت أبروف ده على طول دلوقتي بس خلاص البطل أحمد طارق السباح البقالمبي للنادي الأهلي بدي ايه في هذه الفقرة أحمد عامل ايه مشرفني منورني وحشني الله يصرف مقدارك وحشني جدا وانت اللي وحستني ايه بجد ايه بجد ايه أخبار اللعب ايه نعم لسه يعني بتدرب وبتقاهل بس يعني باحضر التدريبات يعني حضرتك بتحضر التدريبات ايه فاكر اللقاء مع السيادة الرئيس ودي حاجة تتنسي صحي كده أنا سابعك بتكرر الكلام حفظه صن عصابا ساسي الأسئلة الليها سألتها قدام سيادة الرئيس وطلبي قدام سيادة الرئيس والطلب اللي اتنفس فورا فورا صحي أنا طلبت الطلب من هنا اتنفس تاني يوم من هنا صحي كده ايه وصح دلوقتي مبسوط في النادي الأهلي بصراحة أنا مبسوط جدا 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 بجد والناس كلها هناك بتحبك بتحبنا حتى برضو مدربين السباحة في النادي الأهلي بيحبوني قوي صحي كده ايه وصح اشتركوا في القناة